والله نستحق والله العظيم وحيات ربنا نستحق الفرحة دي والواحد كان عايش في كابوس مرعب هو صحيح منتخم مصر ممكن يخرج من دور المجموعات في كاس الأمم مرعب كابوس مرعب حاجة تخض حاجة تدايق وبعدين نهاردة الدنيا كانت زبطة سنة سنة يا عمي فيتوريا افهم بقى وعيش معانا الأجواء اعرف بطولة كاس الأمم الأفريقية بتتلعب ازاي اعرف ان مفيش منتخب سهل في كاس الأمم اعرف ان انت محتاج اللعيبة اللي بتادي مجهود كبير جدا في الملعب نهاردة مرعانة عطيه واحد من أفضل لعيب المباراة امام عشور خطير امام عشور انا طول المباراة عمال اقول ما شاء الله ربنا يحميك ما شاء الله لا استنوا على السورة دي شوية عشان هاجلها امام عشور ما شاء الله ربنا يحميك يا ابني ايه الروح دي ايه اللياقة دي الراجل بيشوت كورة قدام الجول فجأة بل ايه برح عند منطقة جزاء نحن بيدافع ايه الطاقة دي حجازي النهاردة حتى لو بعض الناس حملوا المسؤولية للهدف الأولى ان كان الهدف الأولى انا في رأيي اتحملوا مثلا اربعة خمسة ستة من لعيبية منتخم مصر وده اللي هرجعلك فيه لما احنتكلم فيه تقولي اليوم لو علاقة بالتنظيم الدفاعي فيه مشكلة كبير عشان كده على مستوى الافراد كلهم طلعين شكلهم واش حجازي وعبد المنعم حمل هاني النهاردة مباراة كبيرة وعظيمة مرموش كالعادة مميز مستوى فتح الحب اللي لعيبهم كويس زيزو كان كويس كل عيبية منتخم مصر النهاردة بس تحديدا بترزيجيه بترزيجيها جماعة ايه الروح دي يا جدع ايه الطاقة دي يا جدع ايه الخبرات والامكانيات دي زي بيتحرك بكل الطاقة دي نزل هبا جول يجي في اخي المباراة في وقت صعب جدا استيست رائع جيد احنا النهاردة يا جماعة تقريبا كان عندنا 24-25 محاولة هجيب لك الاركام بعد شوية احنا حاولنا كتير وتحس الكورم عندنا مصطفى محمد اخيرا اخيرا بقى عندنا مهاجم هتقولي ما مصطفى محمد بقى له فترة بي لعب مع منطقة مصر لأ النسخة دي من مصطفى محمد هي النسخة الحقيقية لمهاجم لمنتخب مصر مهاجم اه على فكرة النهاردة ما كانش موفق في كام كورة بس الكورة الاخيرة اللي جاد لمصطفى محمد دي بصراحة يعني والله كلهم فوق راسي كل لعيبة منتخب مصر ولعيبة اللي برا منتخب مصر فوق راسي بس ما عندناش مهاجم مصر بيعمل الحاجات دي فاخيرا بقى عندنا مهاجم اخيرا